السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب كيف تقول لا لكتابة كورين سويت. هو كتاب رائع من 2240 صفحة. قبل ما ادخل في الكتاب كان في فيلم شفته لجيم كاري كان بيحكي عن حاجة كده الفيلم اسمه ياسمان. كفين بيحكي عن شخص كان عطول يقول لأ 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 كل حاجة تتقول يعني وحد يقول له عايز اخرج لأ واحد يديره شغل لنا يقول لأ واحد يقول على مكان تاني يقول لأ. فكتر الاد ديت دمرت حياته. وبعد كده بقى يقول او 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 على طول. فكتر الاد ديت يس 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 يس. حسنت حياته فترة. وبعد كده دمرتها تاني. لان الانسان من حق ان هو يقول او او لا. من حق ان هو يوفق او يرفض. اي حاجة تعرض عليها ان انسان مخير فقدر اقول او لا انا اقدر او ما اقدرش. اه واحد صحاب في الشغل بتاعه وعملين يديره شغل 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 هو بيقولش لا اخ اخد شغل دي خلصونا النهاردة. اخد شغل دي خلصونا بكرة. فشغال حاسعة تشهر بالليل ما بيخلص الشغل. وبرضو اه مش قادر يقول لأ فالموضوع صعب جدا. وطبعا لحد صحاب ستشهر بالليل يبقى انت ما فيش حاجة اجتماعية ما فيش خروجات ما فيش حاجة تفرج عليها ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش. وده مقابل ايه بش مقابل حاجة. تمام? فانت لق ليك الحق الكامل ان انت تقول لأ اه انت تقول لأ ده بش اه وقوحة ولا انت قادر ده حقك. الناس بش اتكرهك لو انت قلت لأ بالعكس ده ده انا مش رعا لقدي اه ان هو كان ممكن يقول للمدير انا دلوقتي معي شغل هوت حسب الاسكادوال ان انا معي شغل ال اسبوع. لو انت تتنى شغل تاني متستنوش لأ مش النهاردة لأ ممكن بعد اسبوع وممكن في ناس تتنى تقدر تشير شغل ثاني انا الشغل انا ده مسلا بشقوه فيها ممكن واحد تاني يقدر يقوم بها انا اللي انا متخص فيها او اللي انا بعرف اعمل كويس الجزء دوت. انا كنت اتمنى ان انا اعمل الجزء دوت بس انا عندي حاجة تانية مطلوبة من الفترة دي لأيما اجل دي لأيما اجل دي. تمام? انا معي حاجة دلوقتي تقريبها من افلان. فلو انت محتاج دي ضروري لازم تتنسك معي. انت تتنسكه مع بعض ان الحاجة التانية دي تتأجل. يعني هو الانسان اصلا الحاجة العادلة اللي هو عايز يعملها كتيرة. فباتطر يأجل حاجة وقدم حاجة واخر حاجة وكذا. تمام? فلازم يقدر وقته ولازم يعرف اولياته. ولازم وانت بترفض ما تعودش تقول له اعذار كتيرة جدا لانه هو ممكن بعد باقي يناقشك فيها ولا انا ااسف انا مش قادر اعمل حاجة دي عشان كذا كذا خلاص. انا ده اخرس مش مش محتاج ان انا اه اه اقدم مبرات او اعتذر او يعني المضابش مستهل. اللي احنا بخاف نقول لأ ونروح قلين اه كان في فيلم انا مش فتوهش بس واحد صاحب جا حكال عليه ان هو اه في واحد جارته وعلى طول تطلب من حاجاته هو من هو اللطيف. فما بيرفورش حاجة لحد. فهي استغلته بقيتو خلية كل حاجة كل حاجة كل حاجة. اه ننضاف للحديدك راحت الحاجات دي من هنا راحت الحاجات دي من هنا واصبحت اوامر بش بش طلبات. ففي اخر فيلم حسب ما تحكي لان هو قتلها. تمام? فليه احنا بنوضع لأ احنا عايزين لطواب مش عايزين نخسر حد التاني مش عايزين اه مش مش من حق ان انا اقول لأ اه لأ ده لأ انا 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 مثلا احد بيقول لأ خلاص عادي الناس كلها لما احد يقول لأ او انا بقدر ان الراجل له مثلا عنده ظروف وان الراجل له ممكن يكون مرتبحة كتير جدا فعادي جدا وحقه ان هو يقول لأ اه ولان انا 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 برفض حاجات وابرفض حاجات وابفعل حاجات وابفعل حاجات حسب الحاجات بيأتي. انا ببدأ شوف ايه الحاجات اللي انا قدر اطلبها الحاجات اللي انا ممكن افواضها لحد ممكن ايه الحاجات اللي هينفع ان انا اعملها الحاجات الكويسة بالنسبة لي والحاجات اللي هي فهم مشاكل ممكن ارفضها كل انسان لديه هدف معينة فانت رفض الحاجات اللي هتعطلك عن هدافك وهتاخد منك وقت كثير ويقوم بوش هتفيدك انت انسان ناضج انت من حقك ان انت توافق او ترفض فالكتاب هتمنى ان انت تقرره لو عندك مشكلة في الموضوع ان انت توافق زيادة عن اللزوم وده ممكن يعمل مشكلة ويغير مصرحاتك فانت انسان ربنا خلقك ودك الحرية الكاملة فانت تقدر ترفض او توافق على الحاجة اللي مطلوبة منك